الآخرون كيف نهديهم؟ أنتوا الآن إذا تجردون الأمة من كل هذه الشعار كيف تتمكنون أن تهدوا الآخرين؟ هناك حكم يذكره الفقهاء في كتاب الجهاد وهذا الحكم من أشد الأحكام يقولون الفقهاء إذا واحد يعيش في بلد الكفر ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين ما يتمكن الهجرة واجب عليها مع أن الهجرة من أشق الأعمال الهجرة أخت الشهادة لأن الشهادة واحد تنتهي حياته المستقبلية والهجرة معناها انتهاء الحياة الماضية أنتوا هناك يعدكم علاقات يعدكم بيت يعدكم أصدقاء كونتوا كيان خلال ثلاثين عام أربعين عام إذا رحتوا إلى بلد آخر يجب أن تبدأوا من نقطة الصفر انتهت حياتكم الماضية يجب أن تبدأوا حياة جديدة الفقهاء يقولون لا يختص ذلك بالشعائر الواجبة حتى الشعائر المستحبة إذا في بلد ما تتمكنون تؤذنون فيه تجب عليكم الهجرة إذا بلد لا تتمكنون أن تقيموا صلاة الجماعة فيه تجب عليكم الهجرة راجعوا كتاب الجهاد بعض الفقهاء كالشهيد ذكروا ذلك أيضا في شعائر الإيمان إذا أنتوا في بلد لا تتمكنون أن ترفعوا في أذانكم أشهد أن علي ولي الله ما تتمكنون أن تقوموا بما ينبغي في يوم عاشورا شعائر الإيمان ممنوع في ذلك البلد تجب عليكم الهجرة من ذلك البلد كما ذكره الشهيد وذكره بعض الفقهاء ترجمة نانسي قنقر